بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلوات الله و سلامه على نبينا و حبيبنا و قدوتنا محمد و على آله الأطهار و أصحابه الأمرار و أتباعه الأخيار أما بعد فقد مرت بنا خلال الأيام الماضية ذكرى الإسراء و المعراج تلك الحادثة العظيمة التي دونها الله سبحانه و تعالى في محكم التنزيل فقال تبارك و تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هكذا دونها الله سبحانه و تعالى سبحان هذا التسبيح و هذا الذكر لله يذكر في هذا المقام و ذلك ردا على أولئك الذين أنكروا الإسراء سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده الإسراء يكون في الليل فقد أسرى الله سبحانه و تعالى بنبيه محمد عليه الصلاة و السلام بجزء من الليل من مكة إلى المسجد الأقصى ثم أرج به إلى السماء كل ذلك في جزء من الليل و كانت العرب قديما لا تقطع هذه المسافة إلا في أربعين يوما و الله سبحانه و تعالى قد أسرى بعبده في جزء من الليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام هو لا يطلق المسجد فقط على هذا المبنى و إنما يطلق على كل مكان يسجد فيه بالنسبة للمسجد الحرام تشمل حدود الحرام كلها تسمى المسجد الحرام فقد كان المسجد في السابق ليس مبنيا و إنما مجرد الكعبة و مع ذلك سماه الله سبحانه و تعالى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى و هو المسجد المعلوم الذي له مكانته و هذا الإسراء كان بدابة و هي البراق هذه الدابة هي أكبر من الحمار و أصغر من البغل لها جناحان و بالنسبة لي يديها تقع عند طرف البصر عند مد البصر و ذلك من سرعتها ثم بعد ذلك لما وصل النبي عليه الصلاة و السلام إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء و صلاته صلوات الله و السلام عليه بيان بأن النبي عليه الصلاة و السلام هو خاتم الأنبياء فليس هناك نبي و ليست هناك رسالة بعد هذه الرسالة رسالة النبي محمد عليه الصلاة و السلام صلى بهم و كذلك عرض على النبي عليه الصلاة و السلام الخمر و اللبن اللبن الذي هو الحليب فاختار النبي عليه الصلاة و السلام اللبن فقيل له لو اخترت الخمر لغويت وغوت أمتك و اختار النبي عليه الصلاة و السلام قيل له اخترت الفطرة يتلائم مع فطرة الإنسان هذا هو الإسراء ثم بعد ذلك المعراج الإسراء لماذا الإسراء لأن فيه بيان هذه المعجزة و لما عاد النبي عليه الصلاة و السلام و أخبرهم بالإسراء فاختبر النبي عليه الصلاة و السلام ماذا رأى و ماذا رأى في الطريق فأخبرهم بما رآه و في ذلك الإعجاز و الله عز وجل قادر على أن يعرج به من مكة و لكن وقع الإسراء حتى تتحقق هذه المعجزة و يتأكد أولئك الذين هم على تشكك بهذا الدين بأنه من عند الله سبحانه و تعالى ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء إذن هناك الإسراء و هناك المعراج المعراج من المسجد الأقصى حريج بالنبي عليه الصلاة و السلام إلى السماء و أول سماء فتحت له هي السماء الأولى و فيها أبونا آدم عليه السلام لما قيل له بأنه محمد عليه الصلاة و السلام فرحب به و قال له أهلاً بالولد الصالح و العبد الصالح ثم بعد ذلك أري النبي عليه الصلاة و السلام ما يكون من تصوير لعقوبة من وقع في معاص في هذه الحياة فالنبي عليه الصلاة و السلام مر على قوم بطونهم كالبيوت و يوداس عليهم من آل فرعون فقال النبي عليه الصلاة و السلام من هؤلاء يا جبريل فقال جبريل عليه السلام إن هؤلاء الذين يأكلون أموال الربا فهؤلاء يعدبون هكذا ثم بعد ذلك سار النبي عليه الصلاة و السلام فوجد أناس لهم مشافر و هذه المشافر كمشافر الإبل و هي الغليظة يأكلون حجار من نار و تخرج من أسفلهم فقال النبي عليه الصلاة و السلام لجبريل عليه السلام من هؤلاء فقال جبريل هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامة قال الله سبحانه و تعالى الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فإنهم يأكلون هذه الحجارة من نار و تخرج من أسفلهم و في ذلك التصوير لهذه العقوبة و حتى نحضر من الوقوع فيها ثم مر النبي عليه الصلاة و السلام بقوم أمامهم الأكل الطيب و الجيف فلما رأاهم النبي عليه الصلاة و السلام وجدهم يأكلون من الجيف و يتركون اللحم الطيب فقال النبي عليه الصلاة و السلام لجبريل عليه السلام من هؤلاء فقال جبريل هؤلاء الذين يقعون في البغي و الذين يقعون في الزنا فيعاقبون بهذه العقوبة و هكذا مر النبي عليه الصلاة و السلام على تنور يعدب الناس به و على من هو معلق بأقدامه كل ذلك عقوبات صورت للنبي عليه الصلاة و السلام و في ذلك التحذير ممن يقع في مثل هذه المعاصي ثم عرج بالنبي عليه الصلاة و السلام و وصل به إلى السماء الثانية و فيها رأى نبي الله عيسى و بالنسبة ليحيا ثم بعد ذلك عرج بالنبي عليه الصلاة و السلام حتى وصل السماء الثالثة و فيها التقى بنبي الله يوسف يوسف عليه السلام و قد أوتي شطر الحسن و كان هو بالنسبة لغيره كالقمر بالنسبة لسائر الكواكب ثم بعد ذلك بالسماء الرابعة التقى بنبي الله إدريس عليه السلام ثم في السماء الخامسة التقى بنبي الله هارون ثم بعد ذلك بالسادسة بنبي الله موسى عليه السلام و هم أخوة و بعد ذلك في السماء السابع التقى بأبينا إبراهيم عليه السلام فالنبي عليه الصلاة والسلام هو ابن لإبراهيم عليه السلام وابن لآدم عليه السلام فلذلك نجد بأن في هاتين السمائين النبي عليه الصلاة والسلام يرحب به أهلا بالولد الصالح والعبد الصالح ثم بعد ذلك وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى لماذا سميت بالسدرة المنتهى قيل بأنها أقصى ما يصل إليه الأنبياء والملائكة فإنهم يصلون إلى سدرة المنتهى وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ثمارها كقلال هجر هجر ليست هجر لحساء وإنما هجر التي هي بجوار المدينة هناك منطقة أخرى تسمى هجر و بالنسبة لأوراقها صورها النبي عليه الصلاة والسلام و أن حجمها كآدان الفيلة و يخشاها من الألوان ما يخشى ثم بعد ذلك فرضت الصلاة و هذا يبين لنا أهمية الصلاة في الإسلام الصلاة الصلاة هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته أننا نؤدي هذه الصلاة الصلاة فرضت ليست في الدنيا فرضيتها و إنما كانت من فوق سبع سماوات و ذلك لأهميتها فرضت أول ما فرضت بخمسين صلاة في اليوم و الليلة ثم بكرم من الله سبحانه و تعالى جعلت خمس صلوات في العمل و في الأجر على قدر خمسين صلاة النبي عليه الصلاة و السلام لما نزل و عاد مرة أخرى إلى مكة قبيل الفجر و صلى جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة و السلام الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و بذلك تعلم النبي عليه الصلاة و السلام كيفية هذه الصلاة و بالنسبة كذلك ليوقاتها و فرضت هذه الصلاة بهذه الحادثة العظيمة التي وقعت للنبي عليه الصلاة و السلام اختلف في التاريخ قبل ثلاث سنوات من هجرة و قبل سنة و قبل غير ذلك و لكن الأكثر على أنها قبل ثلاث سنوات من هجرة النبي عليه الصلاة و السلام و كانت بالنسبة لرسولنا عليه الصلاة و السلام و لأمته زيادة في اليقين و الإيمان و التثبت و كذلك معجزة بالنسبة لغير المؤمنين فكانت سببا في دخول من دخل في الإسلام و بالنسبة لتكذيب من كان متكبرا عن هذا الدين و بيان لأولئك الذين هم من المتكبرين قد رأوا هذه المعجزة أمامهم و مع ذلك فإنهم لم يدخلوا في الإيمان فليس كل من ترك الإيمان هو بسبب عدم معرفته فقد رأوا هذه المعجزة و عايشوها و مع ذلك لم يؤمنوا بهذا الدين يعني ذلك بأن هناك من هو متكبر مهما يرى من الآيات و المعجزات و الباهرات فإنه يترك هذا الدين العظيم هناك كثير من الجوانب يمكن نستفيدها في حادثة الإسراء و المعراج منها هذه المعجزة التي تحققت للنبي عليه الصلاة و السلام التي تثبت و تزيد من إيمان المؤمن و كذلك كيف كان النبي عليه الصلاة و السلام يكذب من متكبرين يرون المعجزات و تكون أمامهم و مع ذلك فإنهم يتركون هذا الدين العظيم و كذا بالنسبة لمعرفتنا بأن النبي عليه الصلاة و السلام هو خاتم الأنبياء و أن الأنبياء بالنسبة لنا لا نفرق بين أحد رسله و بالنسبة للأنبياء فإنهم كانوا في الصلاة تبعا للنبي عليه الصلاة و السلام فهم من مشكات واحدة هذه الدعوات و الرسالات تدعو للتوحيد لله تبارك و تعالى و التوحيد أساس الدعوة و كذلك بالنسبة لهذه الصلوات لأهميتها و مكانتها فإن الله سبحانه و تعالى قد جعلها من فوق سبع السماوات فلذلك نحن نعتني بها و نربي أولادنا و بناتنا خصوصا على المحافظة عليها كل ذلك بسبب أهميتها و أنها الرابط بين الإنسان و بين ربه فلا بد أن نعتني بها و أن نحذر من التكاسل من أدائها و كذلك أننا نؤديها على النحو الذي أراده الله سبحانه و تعالى ففي الإسراء و المعراج إشارة إلى أهميتها و إشارة إلى مكانتها في ديننا الإسلامي فلذلك فلنعتني بها نتصور أن أحدا لا يحج لأنه لا يملك المال للحج و نتصور أن يكون هناك أحد لا يصوم بسبب مرضه أو كبره و لكن لا نتصور أن أحدا لا يصلي فقد لا يزكي الإنسان لفقره و لا يحج لفقره و كذلك بالنسبة للصيام فإنه يكون بسبب مرضه و لكن لا نتصور أنها تترك الصلاة بأي حال من الأحوال فبالنسبة للشهادتين و ملازمة الإنسان عليها و الإيمان بها طوال حياته و هذه يتلفظ الإنسان بها و هو يكررها حتى في صلاته أما بالنسبة للصلاة فإن الالتزام بها واجب على كل مكلف كل إنسان يخاطبه التكليف فإنه يجب عليه أن يقوم بأداء هذه الصلاة فلذلك مما يستفاد من حادثة الإسراء و المعراج أن الإنسان يعتني بهذه الصلاة عناية كبيرة فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح العمل كله و إذا فسدت فسد العمل كله و قد خففها الله سبحانه و تعالى خمس صلوات في اليوم و الليلة فلذلك نعتني بها و نوديها على ما أراده الله سبحانه و تعالى نأخذ الفاصل ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى لإجابتي على سيلتكم إن شاء الله